في أسباب مشاكل تبان تفهم تدور وراها تلاقي الموضوع كبير عشان كده بيقولوا دور على التفاصيل ولما تدور في الأخبار والموضوعات اللي ساعد بنلاقيها في الصحافة أو حتى على السوشيال ميديا كل يوم حالات طلق أو خلع عشان أسباب ايه؟ تفهم طلق مراته عشان عايزة تروح المصيف تجن انتي أو عايزة كحكي العيد كمان أو بسبب موت شكورة أو كوباية شاي ده غير اللي طلق مراته على الفيسبوك أو ببوست وغيرها كمان وغيرها وغيرها من أسباب عجيبة وغريبة إيه ده؟ لما تدور بقى وتقعد تفتش كده في التفاصيل هتلاقي إن الأسباب دي وراها أسباب تاني أسباب عمالة تتراكم بتهد في أساس البيت بقالها فترة وبتسحب من رصيدنا في الحب والعشرة بالتدريج لحد ما الزوج والزوجة خلاص بقوا مش طاقين بعض فجأة ينفجروا لأسباب غريبة بتقعد تسمع كده حاجات متخشش عقلك بس الضالة حصل في حكايتك يا إنجي اللي بين إن أنا عايزة أطلقها بسبب قرصة النموسة بس قبل القرصة بقى كنت يتي وجوزك مهيئين نفسيا جدا للانفصال كان في أسباب كتير تخليكوا إن أنتوا تسيبوا بعد زي مثلا إن أنا تسرعت في الجواز أو تسرعت في الاختيار خلوك يتستجيبي عشان تزنوا يلا نتجوز بسرعة قبل ما تشوفي أهله بيتعاملوا إزاي في البيت مامته وبابا بيتعاملوا إزاي أخته عاملة إزاي تعرفتي على الإنترنت وكل الناس حلوة على الإنترنت على الكيبورد من ورى شبكة أو من ورى سكرين جميلة معرفتهوش معرفتهوش معرفة حقيقية على أرض الواقع مع إنك هو لما عاشرتي بقى معرفة حقيقية عشر شهور عرفتي تحللي شخصيته قلتي عليه شخص نرجسي بيعملك صمت عقابي توكسك أوسام جدعة وفهمتي فعل من نفس ده غير كل ده بقى حسب كلامك إننا برضو يعني ماشي توكسك ماشي وحش ماشي قاعد يتحيل عليك إن أنت تبيعي وي 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 بس أقولك على حاجة إحنا ما سمعناش من الطرف الثاني حاجة حسب كلامك برضو أقدر أقول إنه ممكن يكون فيه سوق اختيار من الأول فيه فرق بين ثقافات الأهل مثلا هو ممكن يكون سبب الطلاق الحقيقي من وجهة نظري ما عرفش بس تعرفي أجمل حاجة عجبتني في حكايتك إنك فهمتي إن إحنا محتاجين النهاردة لأهل العلم والتخصص عشان يساعدونا في طريقة الاختيار ونختار صح زي إننا مثلا نعمل اختبار للزوجين قبل الجواز طب تخيلوا معايا كده لو ده بقى شرطي إلزامي لازم يبقى لازم أي اتنين مقبلين على الجواز يخطعوا يعني تعملهم اختبارات نفسية كده يشوفوا إنه ينفع ولا لأ عصبي هي هادية مش عارف إيه يشوفوا بقى متخصص يعتمد عليه كده وحد يكون معتمد يقدر يقول أنتوا تنفعوا البعض ولا لأ تخيلوا بقى كم حالة طلاق ممكن تختفي من حياتنا في المناسبة عايز أقول لكم على حاجة الدولة عاملة شغل هايل في ملف الجواز في مصر زي مثلا مبادرة موادة التابعة لإيه بقى وزارة التضامن الاجتماعي عشان تفهم وتوعي المقبلين على الجواز إيه هي أساسيات الجواز الناجح وإزاي يتفادوا المشاكل والخلافات أو يتجاوزوا الخلاف فوجهات النظر ويعرفوا يقربوا من بعض ده غير مبادرة كمان إيه بقى فحص المقبلين على الجواز تحت شعار 100 مليون صحة بتعمل إيه إجراء تحليل بيعملوا تحليل طبية للعريس والعروسة بمدة ما تقلش عن 14 يوم قبل الجواز كمان بيعملوا إيه كشف مبكر لو فيه أمراض معدية لو فيه أمراض مزمنة بتوفر أنتوا اتبعوا مع ده كترة بعد كده وأنا بضم صوتي لصوتك على فكرة أين شي بخصوص أننا نعمل اختبارات نفسية كمان بجد بقينا محتاجين تهيالي أنت قوية قوي أنك تدري تعدي مشاكل العلاقة دي علاقة وحشة مريتي بيها عايز لك على حاجة أنا ضد فكرة الانتقام مش هتستفدي حاجة ما تفضلي فرحانة أنت انتصارتي بس هتتضلي فكرة تبضلي موجوعة تبضلي بتأذي نفسك وبتأذي الحاجات اللي هتأذيكي أنت هتأذيه هو واللي هتأذيه هو هتأذيكي أنت بقولك إيه بصي نفسك بصي لمستقبلك عدي بقى لعلاقة دي برضو فيه نقطة مهمة لفتت نظري كنت عايز أعلق عليها ما ينفعش إننا لو حصل حاجة بين أهل جوزي وإحنا متجوزين أقطعهم خالص ممكن أخد جنب ممكن ما يعجبنيش الكلام ممكن أأثر ممكن أخلي له قدامي يعملني بالطريقة التي تعجبني أنا لأنه ده عايز أقولك أحيانا وسمعت قبل كده من دكاترة نفسيين حتى لو دكاترة ناسها أو 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 وده كان سبب في أنه بيبعد عنك كان بعقبك الزوج لما يلاقي الزوجة مش كويسة مع أهله ساعات بيعقبها بالطريقة دي طريقة وحشة قوي ومش هي دي الطريقة حتى أنه تاخد حقك بيها أو تفاهمها بالراحة بيها ربنا نجدك يا إنجي بستة تلعتك كسبانة خدتي نص الشقة ورحتي أجرتيها تي برضو مش ضعيفة أوي كده وبعدين أعيز لك على حاجة وأنا عمالها أقرق قصة كذا مرة وبذكرها إزاي تضغط عليك كل الضغط ده وأنتو الاتنين هناك مغتربين ولسه متجوزين وعشر شهور وعمال يتحيل عليك ويدلعك وحقك علي وبرضو ما وفقتيش أن أنت بي عشاء دي قوة طب والله يجدع أي واحدة مكانك زي ما بيقولوا كده بالبلدي كانت ناخت كانت عملت اللي هو عايزه اتضحك عليها بكلمتين تجدع مالش ما يقع على الشاطر زي ما بيقولوا وأستنى منكم تبعتوننا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب تقولوننا إيه الأنواع اللي ممكن أنواع عقاب ممكن يعملها الزوج لو كان فيه أي عيب أو ناوي على انتقام أو عايز يهرب أو زي ما قالت إنجي نرجيسي هو اللي طمعان مش هي اللي طمعانة عايزة أسمع كده عن أغرب أسباب للطلاق شفتوها أو مريطوا بيها هتبعتوننا هنا في قصة حقيقية عشان كلنا نوعي بعض ونتعلم من بعض بس أهم حاجة تكون قصة حقيقية باي باي